رحبا لفرقتنا والنادي الاهلي طبعا فريق النادي الاهزة ما احنا عارفين عنده مباراة مهمة جدا يوم الحد اللي جاي ان شاء الله امام فريق البنك الاهلي ده طبعا في اطار منافسات الاسبوع التامن من الدور الممتاز الاهلي ان شاء الله بإذن الله بيرجع للتدريب بكرة بعد ما خد راحة النهاردة بيرجع للتدريبات التاني وطبعا بعد المجهود الرائع وخاصة في الشوت التاني امام الانتاج الحربي بحق ربعية مقابل هدف كانت مباراة جيدة جدا والنادي الاهلي بيظهر تاني وجهه الحقيقي في الشوت التاني نتمنى ان شاء الله المباراة الجاية امام البنك الاهلي مباراة مش سهلة خلاص احنا عارفين في الدوري وخلال ان شاء الله مناقشتنا مع كابتن رمضان السيد الدوري السنة دي قوي جدا جدا فيه مفاجآت كتيرة جدا طبعا كل المباراة مباراة ليها الف حساب البنك الاهلي اكيد مع مدير فني كبير كابتن محمد يوسف احد ابناء النادي الاهلي كمان بيقدم نتائج جيدة من خلال الدوري هتكون مباراة مهمة جدا لكن النادي الاهلي ان شاء الله بيستعدلها بشكل اكتر من رائع ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله واحنا بقى بنتكلم النهاردة في قلب المركات الشتوي في مصر والعالم كله يمكن عايز اتكلم على واحد من اهم اللعيبة اللي ضموهم النادي النادي الاهلي في فترة الانتقالات الشتوية وهو اللعب المميز حمدي فتحي بيكون عدة سنتين كاملين على حمدي الصفوف الاهلي عشان هو يمكن انضم زي النهاردة 13 يناير 2019 كان جاي من امبي في عقد مدته 4 سنين ونص ومن وقته هو واحد من اهم اللعيبة اللي اصبح لا غنى عنه الحقيقة فيه تشكلة الفريق البداية مع حمدي فتحي الحقيقة وجدت على غير المتوقع سنة الحقيقة بعد ما تقريبا يعني ممكن اتحسد شوية كانت في اصابة صعبة طبعا طبعا في الرباط الصليبي وغب يمكن 9 شهور او حاجة زي كده بعد طبعا ما كان بيعيش افضل يمكن قدراته الفنية في الملعب مع منتخب مصر لكن وكمان يمكن تسجل في مباراتي كمان بتسوانا على المستوى المنتخب طبعا طبعا على المستوى المنتخب لكن طبعا ما شاء الله من بعد ما رجح حمدي وهو لعب اساسي في التشكيلة ولا غنى عنه زي ما قلت وقدر فعلا ان هو يفرد تواجده يلعب في اكتر من مكان ويكون جوكر جديد للفرقة فكان لعب وسط مدافع لعب في فترة صعبة مش يعني من مسيرة الاهلي الموسم اللي فات لو تفتكروا حضراتكم في مركز كمان قلب الدفاع كتير جدا جنب ايمن اشرف لما كل المدافعين في الفريق كانوا متصابين الحمد لله النهاردة بيرجعوا حمدي فاتحي رغم الصغر سنه قدر انه يفوز مع الاهل بطولات كتيرة جدا لغاية دلوقتي ففاز بالدوري الممتاز ثلاث مرات فاز بدوري ابطال افريقيا فاز بكاس مصر وكاس السوبر الافريقي وقدر كمان انه يفرد نفسه على يعني يعني في الملعب بشكل كبير جدا ويثبت جدرته بشكل عالي جدا جدا في وقت برضو قصير جدا فانت هاي طبعا حمدي فاتحي اللعيب مميز يعني اللعيب من اول ما جاء النادي الاهلي ويمكن بدايته وكانت مع احنا عارفين جاي من امبي لكن سريعا سريعا نخلي بالكم اللعيبة المميزة ديت وجماهير النادي الاهلي بتحس باللعيب المميز وبتحس باللعيب اللي بيقدر الكيان واللي بيقدر المكان اللي هو بيلعب فيه حمدي فاتحي يمكن استضفناه اكتر من مرة هنا في البيت الكبير لعيب مهزب جدا لعيب هادي لكن شخصية قوية جدا في الملعب على المستوى الدفاعي على المستوى الهجومي حمدي فاتحي من اللعيبة كمان اللي اعتقد ان شاء الله هيكونه هيعوده سنين طويلة في النادي الاهلي لان فيه شخصية النادي الاهلي عمره معامل مشكلة صوته مش عالي دايما بيقدي دوره يعني باقصة مجهود فحمدي فاتحي من اللعيبة المميزة ونتمنى له طبعا استمرار التقلق مع النادي الاهلي وحصد الكثير من البطولات كمان فيه خبر حلو كمان النهاردة الجمهيري النادي الاهلي ممتزل فيه ان خلاص نجمينا الكبير عمره السولية بيتم تجهيزه عمره السولية طبعا بيعود ان شاء الله قريب جدا لمباراة الفريق بعدما طبعا غاب فترة طويلة جدا بسبب اصابة بيروس كورونا كمان بيدرس مستر موسيماني المدير الفني انه بيدفع بعمر السولية يمكن في جزء من مباراة الفريق اللي جاي امام البنك الاهلي انتو عارفين المباراة يوم الحد ده طبعا على حسب موقف الفرقة فنيا داخل الملعب وكمان على حسب جهزية عمر السولية عمر السولية غايب بقاله فترة يعني من بعد مباراة سوني ديب هو غايب فترة طويلة شوية بسبب فيروس كورونا اكيد تجهيزه على المستوى البدني ممكن ياخد وقت شوية لكن افضل تجهيز للعيب انه هو كمان ياخد جزء من المباراة يمكن ده شفنا موسيماني عنده استراتيجية كده مختلفة شوية انه بيحاول عنده اكبر عدد من اللاعبين جاهزين جاهزين بشكل كبير جدا عمر السولية بيتجهز بشكل بدني دلوقتي خاصة انه من اللاعبين زي ما عارفين اللاعبين المؤثرين عمر السولية كان بيقدم مستويات رائعة قبل طبعا الاصابة على المستوى الدفاعي كنا بنتكلم مع أليو ديونج بنتكلم مع العمر السولية حمد فتحي ثلاثة كانوا بيقدوا بقوة وبيقدوا اداء اكتر من رائع ان شاء الله عودة عمر السولية لصفوف وخط وسط النادي الاهلي تكون ان شاء الله كمان اضافة لفرقتنا اللي احنا محتاجين كل لعب ان شاء الله في الفترة اللي جاي طبعا طبعا عمر السولية لعب مؤثر ويمكن نهارده بيرجع فعلا للتدريبات لكن المباراة طبعا وعلى حسب امكانية سرها فده يحدد نزول الملعب من عدم وقت صحيح